أنا كنت راجع طبيب اختصاص بالأنف والأذن الحنجرة اسم كرم العلي وهو تكريتي الأصل في شارع البنوك وكنت راجع كان عندي تحسس وفي أحد المرات بينما كنت راجع كان دوري للدخول إلى الطبيب وكانت العادة الجارية في أهلة الأطباء أن يضرع المريض يعني أول ما يدخل على كرسي خاص أمام الباب حتى يدخل أول واحد والبقية انتظرون وأنا كنت جالس انتظر دوري وإذا دخل شاب يرتدي بدلة زيتونية يعني بدلة لونها أخضر غامق ورباط موديل 66 كان رفيع وحليق الشارب وشاب وسيم دخل ونظرات قوية ووراءه يمشي شيخ تقريبا في الستين سنة عمره ويمسك ولد شاب لا يتجاوز عمره 15 سنة بس هذا الولد مضاغا مثل من قول يعني متروس لازم من إيدي هذا الرجل يرفع نفسه إلى السقف وينزل يرفع للسقف وينزل ما معرفهم شي قصيته هذا مجنون مخبر وإذا هذا الشاب الوسيم قال لنا سلام عليكم عليكم السلام قال أنا جئت من تكريت ومعي هذا الحجي وهذا الحجي بلوي بلعل لحمه ووقفته بزردومهن مختنك جبناه من تكريت لهنا البغضاء فتبين هذه قطعة اللحم داخلها بالحنجرة وليس بالبلعم يعني طافرة للحنجرة وكان يعاني من ضيق تنفس رهيب يعني كان المشهد كل شيء مفزئ أنا في ذلك الوقت شنت تقريبا صف خامس أدادي رابع أدادي فقال للفراش نريد ندخل على الدكتور قال استأذن من الأبوسترة المريض أنا فتقدم إني هذا الشاب وقال لي شاهدت بعينك ماذا جرى للشايب ما أنه شايب بلهجة كريتية قلت له تفضل دخلوا فدخلوا إلى دكتور أكرم وكانت هناك غرفة مجاورة دكتور أكرم فتحت على الحين غره وشاهدت أن هذا الحاج قد مدد على السرير وقيده بالسيور من الجلد قوية كل علامة هذه اللحمة البارحة حتى يخرجوها من حنجرة لها حينغتين يموت شكبرها والله العظيم أنا ما أكو العملية ما طولت شي غريب قريبا دقائق زين فخرج هذا الشاب ويمسك على راحة يده قطعة قطن والقطن فوق لحمة يخرج منها بخار قال شوفوا بالله ويضحك ضحك الصدام حسين المشهورة الحد 2003 والله يضحك كثيرا ما يمسكها قال بالله شون بلوه هذا الشايب بالعاية اللحمة ويخرج منها بخار انتهى هذا المشهد وأنا لم أنا طبعا في ذلك وقت لم يخطر على بالي هذا الشاب من هو ومن يكون وكذا لكن المشهد أفزعني يعني ظل في ذاكرتي مخيف وفي السبعينات صدر الكتاب أعتقد لأمير اسكندر يتحدث عن سيرة الصدام وإذا أشاهد الصور هذا صدام هذا الشخص الشاب اللي شفته بالعيادة نعم نعم ناشر صورة شاب ستة وستين رباطة نفسه وحليق ولد شاب وناشر صورة الحاج براهيم الحسن عمه وبرزان عمر 15 سنة ناشر صورة فأنا تأكدت أن هذه الحادثة واقعية صحية وجود صدام حسين وضحكته الشهير لما أضحكه ولا أبالي ولا كأنه المشهد هزة ولا نهائيا والله كان فيه منتهى التماسك ما لا علاقة أنه هذا يتألم ويصيح أبدا 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 ولا عند حساس هذا الرجل بدي يختنق أبدا وحتى هذا الشاب اللي يطلع فيه ما بعد برزان كان واجب فقط أن يمسكه وكان يرفعا إلى السقف وينزل بي